طيب اوكي اليوم ان شاء الله بنا نحكي على ماركوف ديسيجن بروسس بنا نعرف ايش هي بالضبط انه انا بدي يكون في عندي هنا ايجنت تمام والايجنت هذا انه بيشتغل انه ضمن انفيرومنت معينة زي ما انا شايف انه هاي تمثيل الايجنت انا موجود انا عندي بهذا الشكل في واحدة من المربعات انا بنتقل مربع مربع ممكن انتقل انه اتحرك الى الامام او يمين او يسار زي هي وفي عندي انه هادي هادي عبارة عن حفرة فيها نار وهذا عبارة عن جدار فبالتالي انه انا هنا بلوك ما بقدر انه اتحرك بهذا الاتجاه تمام طبعا هذا التمثيل انا عندي هنا 3D حتشوفه في سلايد لاحقة كتمثيل 2D ايه عشان انت تستوع بالامور هادي الشغلة الثانية انه المركوف ديسيجن بروسس انه انا في عندي سيكونس او اكشنز انه زي هيك زي ما انت شايف انت عندك هنا اكس زيرو اكس واحد او عفوا اكس واحد اكس اتنين اكس تلاتة بهذا الشكل تمام فبالتالي انه هي عبارة عن سلسلة من وبصير فيه تحول او انتقال بناتها بهذا الشكل وانه هي بتعتمد على بعض انه هاد عبارة عن سيكونس اوكي طيب طبعا هذا الكلام انه السيكونس هذا اللي ذكرناه انه لايش بلزمني بلزمني في الذكال الصناعي في تطبيقات عديدة بلزمني في طبعا انا يعني انا حشرح وحافترض انه انت فاهم الا اذا يعني انه اذا شعرتهم انه فيه شغلة مش واضحة ممكن انه انت تتوقفني وتحكي لي انه لا هذه النقطة مش واضحة وتسأل عنها بشكل مباشر طب في ايج المقصود هنا بالسيكونس السيكونس هنا انه في عادة في الاي اي بتم التعامل مع الكلام على شكل مقاطع صوتية وليس كلمات ايش المقصود بالمقاطع الصوتية انه انا باجي يعني انا عندي كلمة افتح هذا عبارة عن كلمة بروح بقسمها لمقاطع صوتية اف وبعدين تح بهذا الشكل تمام? وهذه المقاطع الصوتية انه انا يعني بتكون اسهل للموديل انه هو يتعرف على سلسلة مقاطع صوتية انه ايش بيجي ورا ايش بروبابلتي احسن ما انه يتعامل مع كلمات يعني على سبيل المثال لو بدينا بنقطع اف ايش ممكن تكون انه اللي ممكن تيجي بعد اف ممكن تيجي انا عندي تح على سبيل المثال بروبابلتي مسلا بوينت اه السبعة خمسة. تمام? ومسلا ممكن تكون كلمة تانية انه برضو بتتشارك في نفس المقطع الصوتي اللي هي اف عال. عال. تمام? هنا افتح وهنا افعال. وهنا انه الترانزيشن للستيت هادي انه بدي يكون مسلا بوينت خمسة وعشرين في المية اه اه بهذا الشكل. فبالتالي انه اه اه هنا بنا نصير نتعامل مع الانسيرتينيتي مع التايم على شكل سيكونز وبنا نربط هذا الكلام في البروبابلتي. طيب اه النندترمنستيك سيرش انه بنا نحاول برضو نصير هذا الموضوع انه ازا سيرش بروبلم اه اه والفكرة في النندترمنستيك انه انا في عندي اكشنز بسويها والاكشنز هادي انا بكونش عارف ايش العواقب تبعتها. اه مش عارف ايش ممكن يصير معايا لو اخدت الاكشن هذا يعني زي ما انتا شايف هنا هادا عبارة عن الحفرة اه طبعة النار تمام? ممكن انا اكون موجود هنا تمام? هاي الجدار هادا اللي هيك وهي حفرة النار. انه انا ممكن اخذ اكشن انه انا امشي بتاتجاه هذا انا مش عارف ايش ممكن يصير الاكشن هذا. اه اه اوكي? يعني على سبيل المثال مثل الطفل الصغير بالضبط. اه لو لو الطفل الصغير في امامه براد شاي او في امامه ابريق شاي سخن ساخن جدا. اه شو انه الطفل انه هو يمسك ابريق الشاي? احتمال يمسكه واحتمال ما يمسكه ايش? طبع هادا كلام انت بتقيسه ممكن تجي تجيب عينة من ميد طفل وتحكي والله من ميد طفل سبعين طفل مد ايده ومسك ابريق الشاي. وخمسة عشر ما مسكوش. يعني خلاص ضلوا انه هو اه شغلة جديدة بالنسبة ليلو. لكن في الغالب الطفل عنده فضول وبيمد ايده وبيمسك ابريق الشاي. طبعا هو مش عارف ايش ممكن يصير له اذا مسك ابريق الشاي. طبعا اول ما يجي يمسكه بيلاقي انه هو فعلا انه بيحرقه. فبيبعد بيبعد ايده مباشرة. هاي هاي المقصود بالن انه انه في عندك اكشنز. خدت الاكشن وانه انت بدك تمسك حاجة سخنة. تمام? بس مش مدرك عوقبها. مش عارف ايش ممكن يصير عندك. طيب لو اه هذا الكلام عملناه فرميليشن. انه في الجريد وولد انه انا في عندي جريد واحد اين ثلاثة اربعة وهنا واحد اين ثلاثة. وهي اللي فيها الجدار وهنا فينا عندي الحفرة اللي فيها النار. تمام? وهنا انا عندي الجائزة طبعتي. عفوا. ايش بدي يصير انا عندي? بدي يصير عندي انه ازا انا اه سقطت في الحفرة معنى ذلك انه اه اخسرت فبدي اديله مينس واحد. اخسر. تمام? بدي اعاقبه مينس اديله سكور مينس واحد. وهنا اذا وصل للمخرج بدي اديله جائزة. هادي الماسة اللي انت شايفها هي بتمثل الجائزة وبدي اديله هنا بلاس وان. ايش البوسيبول ايكشن انا عندي? لو كانت انا هنا في البداية انتقلت هيك. تمام? صرت موجود في المكان. هدا هنا هي عندي ثلاث خيارات. في عندي خيار انه اروح فوق. على اليسار. على اليمين عفوا. وعلى اليسار. بهذا الشكل. تمام? اه اه اه. فبالتالي انا لو كنت في الموقع هدا. ايش ايش معنات ان انا بدي اجيش يعني في تمانين لعبة او في عفوا في ميت لعبة اه انه انت لعبتها على البورد هادي على الانبارومنت هادي. وان زي انت كنت في البوزيشن هادا. تمانين في من فلمية من المرات بتلاقي انه اللاعب بختار انه يروح على الشمال. عشان هيك انه يعني هي حسب انه تمانين في المية. قد يكون اكثر قد يكون اقل بس انا بقصد في الغالب. زي ما حكينا انه انا في عنده طفل وفيه امامه ابريق شاي. سخن. اه طبيعة الطفل انه في عنده طفول. اه فضول. في الغالب رح يمد ايده. تسعين في المية رح يمد ايده ويمسك ابريق الشاي. زي هيك. تمام? طب بالتالي ازا انا كنت موجود في البوزيشن هادا. مدام انا فيش عندي خيار انه اروح تحت. تمام? انا عندي يمين وشمال. واليمين انه انا فيه عندي هنا بس خانة واحدة. والشمال اصلا انا كنت جاي منها فبالتالي في الغالب انا اروح على النورث. بس. زي كي. تمام? فبالتالي هنا عشرة في المية على الايست وعشرة في المية على الوست. اوكي? فهي هاي مفهوم انه احنا بننقيس البربابيليتي انا عندي الموضوع. وزي ما حكينا هنا انه بدي اعاقبه ازا سقط في حفرة النار وبدي اديله جائزة ازا وصل للمخرج ازا كان المخرج انا عندي في هادي الطائل. تمام? ايش الانا عندي? بدي اعمل بدي انه انا مجموعة الجوائز انا عندي بدي اكبره في في هادي الانفارومنت. طيب الام. 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 بدينا نفهم برضو مفهوم الاستيكوستيك. الاستيكوستيك انه انا ممكن اخد اكشن عشوائي. اعتباطي. وزا ما حكيت انه الاكشن هذا انا مش عارف شو العواقب بتبعته. يعني انا عندي لو كنت انا موجود في هذا المكان. اكم اكشن انا عندي? تلاتة اكشنز. انه اروح يمين. اش شمال. اروح فوق. هاي هذا انه انا رحت فوق. هنا رحت يمين. هنا رحت على الشمال. معنى ذلك انه اعتباطي ممكن اخد اي اكشن يعني بغض النظر انه انا مش يعني اخد لك اي خيار عشوائي. مش عارف ايش اللي ممكن انه يصير. تمام? لكن الفكرة في الموضوع هنا انه يفترض انه نتعلم انه اه 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 هذا الخيار انه انه انت لما تروح الشمال راح تخسر. وبالتالي بدك تتعلم انه انت ما تختاره اذا انت كنت موجود في هذا البوزيشن. طيب نعمل لهذا الموضوع. الفورميليشن بدي يكون في عندي مجموعة من او الرموز اللي بدي تعمل معها. ايش هي الرموز هادي? الاس. الستاتس. انا عندي مجموعة من الستاتس. تمام? اي 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 ومجموعة من الاكشنز. اي تنتمي لمجموعة من الاكشنز. تمام? وفي انا عندي الترانزيشن فونكشن هادي عبارة عن دالة بتعمل انتقال اه من استات معينة. اذا انا اخدت اكشن معين لستات اللي هي اس برايب. يبقى انا لو كنت في استاتس. اخدت الاكشن اي. هاي الاستاتس هنا. اخدت الاكشن اي. تمام? راح انتقل للستات الجديدة اللي هي اس برايب. طبعا هذا الكلام بدي يكون مع بفهمنا ايش مفهوم تمام? فبالتالي مفهوم بربابيليتي انه شو بربابيليتي انه انه انت انه 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 انت يعني شو البربابيليتي تبعت الاس برايب اللي هي الستات الجديدة given that هذه معناها conditional probability given that انه انت كنت في الستات اس واخدت الاكشن اي. تمام? اه هادي برضو اه 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 ريبورد فانكشن. تمام? هادي هادي برضو ممكن ان احنا نسميها ريورد فانكشن. تمام? اللي هو ار اس اي اس برايم او ار اس او ار اس برايم كلها مسميات لشغلة واحدة اللي اسمها ريورد فانكشن. تمام? اه اه لغاية الان الامور تمام بالنسبة للفورميليتيشن يبقى عندي الستات والاكشن والترانزيشن فانكشن والترانزيشن فانكشن هادي في الها بربابيليتي. طيب. الماركوف ايش هو ماركوف? مين هو ماركوف? ماركوف هو عبارة عن اه 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 اندري ماركوف عاش في الفترة بين الف وتمانمية وخمسة وستين. و الف وتسعمية واثنينة وشرين. ويعني يعني الماركوف بتاعني انه الاكشن اه اوتكم بيعتمد فقط على الكرانت ستيت. عشان هيك احنا عملنا الصياغ هادي انه الترانزيشن موديل اه تبعت الاستات معينة. اذا اخدت اكشن معينة انه الاوتكم اللي هو الاستات الاس برايم بيعتمد على الكرانت ستيت. تمام? فبالتالي هادا متل السيرش بالضبط. اه اه انه سكسي سور فانكشن فقط بتعتمد على الكرانت ستيت مش الهيستوري كله بالكامل. تمام? اه اه عشان نفهم مفهوم الهيستوري انه بدي بدي اطلع على الماركوف بروسس او الماركوف موديل انه على على شكل السلسلة او بروسس. انه انا في عندي مجموع من الاستات اكس زيرو اكس واحد اكس اتنين اكس ثلاثة. تمام? كل بتعتمد على اللي قبلها بس. يعني هنا اه 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 انا عندي هنا بروبابيليتي تبعة الاكس زيرو لانه ما في شيء قبلها. هنا اكس واحد انه بروبابيليتي اوف اكس واحد جيفن دات اكس اتنين. اه اه اكس اتنين. اه عفوا عفوا هذه اكس اتنين جيفن دات اكس واحد. تمام? تمام? يعني بلت اعيد كتابتها عشان انه تكون الامور واضحة. بالنسبلة اليك. هنا اكس واحد جيفن اكس زيرو. يعنه هذه الاستات اللي قبلها اصلا اكس زيرو. تمام? هذه زي ما حكينا انه كونديشنال تبربابيليتي. تمام? طيب هذه كيف ممكن اكتبها? بي اكس اتنين جيفن اكس واحد. كل بتعتمد على الاستات اللي قبلها. بالضبط مش على الهيستوري. ايش المقصود بالهيستوري? مقصود بالهيستوري انه مثلا بدي ااجي انه انه اكس ثلاثة فقدر تعتمد على اكس اتنين. مش اكس اتنين واكس واحد واكس زيرو. هاي المقصود. انه انا لما يكون فيه عندي هنا ناخد انه اكس تلاتة. بدي احسب تبعتها. ما بنفعله نحسبها لحالة. بدي اعصب انه كونديشنال بربابيليتي انه اكس اتنين. كما اكس واحد. كما اكس زيرو. على هم هدول كلهم. تمام. هذا كلام بالنظام الهيستوري. لكن احنا ما بدنا هذا الكلام. احنا بدنا نعمل الماركوف اسمشن. ايش الماركوف اسمشن? انه تبعت اكس تلاتة. فقط تعمل على اكس اتنين. هذا الموضوع ببساطة شديدة جدا جدا. اوكي? ناخد يعني هذا الكلام انه هاي الشرح اللي انا شرحته. ناخد مثال. ناخد مثال طبع الطقس. انا فيه عندي مجموعة من الايام. الطقس طبع يومة الجمعة بيعتمد على يومة التلاتة. ويومة التلات بيعتمد على يومة اه عفوا يومة الخميس. الجمعة بيعتمد على الخميس والخميس بيعتمد على الاربعة والاربعة بيعتمد على التلاتة وهكذا. تمام? فبالتالي انه ما بقول انه انا الجمعة بيعتمد على كل هدول الايام. لا انا بس بتطلع على هذي. وهذه بدورها اصلا هي بتعتمد على اللي قبلها وهذه بدورها هي بتعتمد على اللي قبلها بهذا الشكل. فبالتالي نفترض انه انا عندي تبعت السن والرين انا عندي ففتي ففتي بهذا الشكل. تمام? بروح بعمل الترانزيشن بودل انه تي ماينس واحد. هنا لو اجيت عوضت حطيت تي مسلا تلاتة اكس تلاتة. تي ماينس واحد اللي هي اكس اتنين. كل استيت اه افن اتنين. كل استيت بتعتمد على الاستيت اللي قبلها بالضبط. فالان لو اجيت انا عوضت. اه 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 بدي ارسم استيت مودل. انه انت في الاستيت تبعتك انه سن. ايش الاحتمال انه انت تروح على الرين. في هنا عندي احتمال ضئيل. بوينت واحد. تمام. طب شو الاحتمال انه انت سن وتضلك في السن. هذا معناه انه انت تضلك في نفس الاستيت. احتمال قوي. بوينت تسع. طب انت لو كنت في الرين شو احتمال انه تضلها تمطر. بوينت سبعة. طب الانتقال من المطر لانه يصير الجو مشمس بوينت تلاتة. لاحظ انه المجموع هنا واحد. انه من من الرين انه تروح على المطر او تضلك رين انه هنا بوينت سبعة و بوينت تلاتة. ايه بوينت سبعة و بوينت تلاتة. مجموحهم واحد. وهنا بوينت تسعة و بوينت واحد. مجموحهم واحد. طبعا هذا الكلام احنا باستخدام الكونيشن. لو عبارة عن تبعت ال اكس زيرو. بربوبيليتي اكس واحد جيفن دات اكس زيرو. اعملت الحسبة طلعت انه بدل ما كانت ففتي ففتي صارت بوينت سيكس بوينت بوينت اربعة. ستة من عشرة وستة واربعة من عشرة. هدا فيه تايم واحد. طيب تايم اتنين. لو اجينا طبقنا هدا الكلام. بدي اطلع على اللي قبله. تايم واحد. تايم اتنين بدي اطلع على اللي قبله تايم واحد. بوينت ستة بوينت اربعة. اجيت اعملت الحسبة لقيت انه صار اتغير الرقم انا عندي زي هيك في تايم اتنين. برضو اه في تايم تلاتة عفوا بدي اطلع على تايم يتنين وادخلها هنا في الحسابات. زي هيك اه 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 انا بدي احسب تبعت اكس تلاتة اللي هي تبعت تايم تلاتة. ايش بتساوي? بتساوي تبعت الاكس اتنين اللي هي السابقة في تبعت اكس تلاتة اللي هي الحالية السابقة. طب اطلع انا عندي الناتج زي هيك. تمام? طب تلاحظ انه القانون انا العام انا عندي بشكل عام انه 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 زي هيك لما بدي اجي انه نعمله في الحسابات انه بدي يكون انا عندي تبعت اكس واحد ايش بتساوي? تبعت اكس زيرو السابقة مضروبة في تبعت اكس واحد اكس زيرو. تمام? وهكذا. طيب. طيب نيجي للبوليسي. البوليسي انه بدي اعتبر انه هي عبارة عن بلان. او بمعنى اخر هي سيكوينس اف اكشن. لاحظ انه انا في عندي مصطلحين. يعني خليني انتقل لسلايد لاحقة. عشان انه انا اوضح الموضوع. في عندي بوليسي وفي عندي يوتيلتي. البوليسي سلسلة من الاكشن. اما هي عبارة عن عبارة عن رقم بتكون انه لكل ستيت لوحدها. تمام? فالبوليسي انه بدي اطلع عليها هي عبارة عن سلسلة من الاكشن. هذه مرة تانية حط خطين تحت هذا الكلام. سيكوينس اف اكشنس. هذا بوليسي. ايش بنرمز لها? في باي ولا ما احط ستار. انه بدور انا على الاوبتيمال. فبالتالي هي عبارة عن مجموعة من بتكون ناتجة من انه انا اخذت مجموعة من الاكشن. زي كيف مسلا انه انا بقول له انه اوكي بدي ادي لك سياسة معينة انت تشتغل فيها. انه انت في اي مكان انت كنت بدي ادي لك الطريق عشان انه انت تفوز الطريق للمخرج. اتبع الطريق للمخرج هذا. فبالتالي بيصير انه الفكرة تبعتي انه كيف ممكن انا اطلع سياسة زي هيك? تمام? فالان السياسة هادي للرسمة هادي. تمام? هايها بوينت تلاتة. لاحظ انه انت في اي مكان انت كنت فعلا بيدلو على طريق المخرج وبخليه يتجنب الحفرة اللي فيها النار. يعني انت لو كنت هنا تنتقل هيك وبتروح هيك وهيك. لو كنت هنا تنتقل هيك وبتروح هيك وهيك. لو كنت هنا تنتقل هيك وبتروح هيك عشان تصلى القول. وهكذا. فاي مكان انت كنت موجود انا بديلك بقول لك ايش هي الطريق. هاي هاي المقصود بيها. البوليسي. تمام مرة. سيكونس او اكشنز. تمام? هكيت هادي البوليسي بروح بدي يعني بحسب الريورد تبعتها. حسبت هادي مسلا طلع لي مسلا ماينس ثلاثة. الان يجي نشوف لا اه بوليسيز مختلفة. لاحظ انه هادي البوليسي. مثلا بوينت واحد. وهادي. تلاتة بالماينس كله. انت لو تلاحظت ايش الفرق بين هادي وبين هادي. لاحظ انه هادي. انه هو موجود في المكان هذا. ترابط منه انه هو يعني يمشي في باتجاه الحيط يعني. فبالتالي هو فعلا يعني يخبط راسه في الحيط. وهادي انت رابط منه انه اكشن انه هو فعلا مش هيتنفز. انه انه خارج اللي موجودة عندي. تمام? فبالتالي هنا في مشكلة وهنا في مشكلة. طيب هنا هنا لا الوضع احسن. فبالتالي انه عشان هيك انا عندي الريورد تبعت هادي بالماينس. او عفوا الريورد هنا بالماينس انه هنا انت عقبته اكتر لما بديته بماينس واحد اكتر ما انه انت بديته ماينس اه اه تلاتة. لانه انا عندي كل الاكشن هنا صحيحة. انت في اي مكان فعليا انت حتصل للهدف. بس الفكرة انا لو كنت في المكان هذا خلاص حسيرهablocked وهنا لو كنت في المكان هذا حسيرهablocked. طيب هنا هنا بردو انو وضح انو كويس يعني انو بغض النظر انت وين لو كنت موجود هنا بتمشي هيك وهيك وهيك. لو كنت موجود هنا بتمشي هيك وهيك وهيك. لو كنت موجود هنا بتمشي هيك. فبالتالي هنا الريورد تبعتها انو هنا مختلفة. هنا كسيكونزف اكشنز وهنا هادي هادي الريوواد تبعتها انو بالماينس رقم كبير. لـ leyش? لانو انو لو انت كنت موجود هنا انت حتخسرني. لو انت كنت موجود هنا انت برضو حتخسرني فبالتالي آآ 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 برضو كل هدول المسارعات. زي هيك انت بتخسرني فيهم. فعشان هيك انه هادي تبعتها رقم كبير بالمينس. طيب آآ نجي نتطلع الآن للآآ لما احنا اتفقنا انا في عندي سلسلة. الآن اخلي الايجان تبعي انه يفكر بطريقة انه ياخد الجوائز هادي بشكل متسلسل تراكمي. ولا انه ممكن ما ياخد الجوائز وضلوا في الآخر لغاية لما ياخدهم كلهم مع بعض. ايش بتفضل? طبعا بريك فرانس انه ياخدهم بالتدريج. صح? كل ما انت اخدت جوائز مبكرا اكتر. سونار اكتر. فبالتالي انه افضل بكتير. طب هادي الشغلة كيف ممكن نسويها? يعني هنا تمثيل هذا الكلام. هذا الكلام تمثيل انه now or later. now انه انا اخد الجائزة الآن وبعضيها انه اوكي مش مشكلة لو ما اخدت الجوائز. المهم انه انا اخدت الجائزة الآن. later انه ممكن انه الاكشن اللي انا اخدته الريورد طبعا وزيرو. الاكشن اللي اخدته اللي بعضي الريورد طبعا وزيرو. وبعدين اخدت الجائزة. لا هذا بريف رابول اكتر. تمام? وهنا more or less. المورور لس هنا. المورور لس انه انا عندي هنا واحد اتنين اتنين وهنا اتنين تلاتة اربعة. كل مرة انه بتزداد انا عندي الريورد فبالتالي هادي بريف رابول اكتر. طيب اه اه بدنا نحكي عن مفهوم الديسكاونتنج. ليش يعني انه في عندي شغلتين متعارضات مع بعض. ايش هي? انه انه من المنطقي انه احنا نعمل ماكسيمايز للسام اف ريورز. تمام? سوا نفس. موسيقى موسيقى اوكي كنت بحكي انه من المنطقي ريزنابل انه انا اعمل انه كمجموع ريوارز انه بشكل تراكمي وفي نفس الوقت انه ريزنابل انه توب ريفير ريوارز ناو انه انا يعني افضل الريوارز الان انه بدل ما انه انا يعني اخرها لبعدين يعني ساعة انت ممكن تيجي تقولي انا في الاخر حاخدها اخدها لا افوز في المراحل المبكرة في اللعبة مسلا افضل ما انه انا يعني افوز بعدين الا اذا كان انه جائزة اللي انا حدها بعدين هتكون اكبر هذا موضوع تاني تمام لكن عشان انحل هذه الاشكالية ممكن انه احنا ايش نسوي انه احنا نعمل انه ديكاي للفاليو اه 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 الفاليو اف ريوارز نعملها ديكاي بشكل ايش معنى تعلق الكلام معنى الكلام انه انه انت لو اخدت الجائزة الان بتديلك يعني بلاس يعني بلاس يعني ممكن تكون مسلا بوينت تسعة او حاجة زي هيك تمام ولو اخدتها في بعض خطوطين حديلك جاما تربية هنا بعد خطوطين جاما تربية تمام ايش معنات هذا الكلام لنفترض انه انا يعني انه انا الالجامة انه حطيتها مسلا بوينت سبعة مش بوينت تسعة اوكي تمام وهنا معنى هذا الكلام انه حتصير بوينت سبعة تربية طبعا اي رقم عشري انت بتربعه راح يكون الناتج اقل فبالتالي سبعة في سبعة تسعة واربعين اربعة تسعة تمام فبالتالي الاربعة تسعة اقل من السبعة فبالتالي حيصغر حتصغر الريورد معنى ذلك انه الريورد انت اذا اخدتها فيما بعد يعني حتكون نقصة شوية من قيمتها هاي الفكرة في الموضوع هاي هاي فكرة الديكي هذا الكلام احنا ممكن نعمله على شكل مراحل انه على سبيل المثال انه في لغاية هدول المستويات اديلك الجائزة كاملة هنا من المستويات مثلا من ثلاثة لخمسة بديلك جاما من الجائزة يعني منها مش كلها يعني مسلا بوينت سبعة منها بوينت تمانية وبعديها في خطوات لحقة يعني بروح يعني برباحة برفعها للقوة اتنين فبالتالي حتكون حتقل الجائزة بشكل اكبر هيك بخليه بحفظه انه ماشي اه جميع لي جوائز بس في نفس الوقت ما تأخرش انه انت تاخد الجائزة انه احنا نعمل بهادا الشكل تمام فبالتالي هنا بدل ما هيكون الجائزة انا عندي بدون انه راح تكون عبارة عن واحد زائد اتنين زائد ثلاثة هتكون عبارة عن واحد في واحد اللي هي قيمة الجائزة بدون وهنا عفوا هذه الواحد لهنا وهذه القامة انه هنا محطوطة نص بالخطوة التانية تمام في الخطوة اللي وراها انه صارت انه نص مرفوع على القوة اتنين خمسة من عشرة مرفوع على القوة اتنين صارت خمسة وعشرين اللي هي كاما سكوير لو كانت قيمة الدسكاونت انا عندي طيب ممكن انه انه تكون لا نهائية يعني مسلا نكون في انت عندك فيها تكرار بشكل كتير كبير يعني هنشوف يعني مشكلة التكرار ممكن انحل المشكلة هذه انه هي بطرقتين يعني بطريقة انه نعمل يعني زي بالضبط تمام مع يعني اشتغل انت على كزا اللي هي تبعك او ممكن تكون عبارة عن محدد او الطريقة التانية انه احنا نعمل انه انا بفضل انه انت تاخد الجائزة وتنهي اللعبة مبكرة احسن ما تطول فبالتالي انه بنعمل بمقدار قاما والقاما بتكون بين الصفر والواحد تمام نيجي ناخد مثال على سباق السيارات سباق السيارات بنا نعرف الستيتز تبعته انا عندي السيارة الستيتز تبعتها تلاتة السيارة انه بارتة او انه دافئة او يعني صار فيها سخونة عادية وهدي ممكن يسبب بريك للسيارة طيب السيارة اللي انت موجود عندك عندك تو اكشن ممكن انه انت تبطق وتسرع الان في الكون انه انت ممكن تكون الاستيت تبعتك كول وتكون السرعة تبعتك سلو وتضلك سلو بمقدار يعني واحد صحيح فبالتالي هنا انا هديلك سكور واحد طبعا هذا ريس سباق يعني عشان هيك انا ما احكي انه 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 اذا انت بتزود السرعة بتديلك اكتر هادا المطلوب انت في سباق كل ما تزود السرعة ايش سباق سباق يعني سرعة كل ما تزود السرعة بدي لك سكور اعلى. طيب الآن ازا انت ضليتك سلو بتضل السيارة هو ما فيها مشاكل. طيب الآن من من الممكن اش تسوي تاخد الاكشن فاس وهذا اش بسبب للسيارة انا هي تصير وهذا الاحتمال تابعه او انه انت ممكن ببضلك اه 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 ببضلك تمام؟ برضو بمقدار بوينت فايف. في كلا الحالتين انا حكيت انه حضي لك جائزة مضاعفة. بدل ما كانت بلاس وان صارت بلاس تو. لاحظوا كمان مرة. الاكشن فاست اللي انا اخدته بيعتمد. ممكن انه يكون الجو اليوم حار. زودت السرعة راحت سخنت السيارة. هاي اللي بروبوليت تمعتها بوينت فايف. ممكن كانت تقس اليوم جميل وبارد. تمام? فبالتالي لما انزودت سرعة السيارة ظلت السيارة كول. ما في مشكلة. فبالتالي انا ضليتني في الكول وفي نفس الوقت يعني اخدت افضل. هدا 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 انا ربطها بعوامل الطقس. عشان هيك انا ربطها بالبروبوليتي. ممكن اربطها بشغلة تانية. ممكن انا عندي الزيت تبع السيارة. كان في اليوم تبع السباق. وضعه مش تمام. كان مستوى الزيت ناقص. فبالتالي لما اسرعت سبب انه السيارة سخنت شوي. تمام? اه او انه تكون انه انا عملت صيانة للسيارة وزبطت المبرد وزبطت مستوى الزيت وعبيتها بنزين وكل الامور تمام? فبالتالي لما اسرعت ضلتها السيارة كول. هاي معنات انه انه احنا بنا نربط البروبوليتي هنا في الموضوع. طيب انتقلت للستيت وارب. بالستيت وارب. انا ممكن ابضل هالسيارة سخنانة معايا. تمام? ببروبوليتي بوينت فايف لاحظوا انه دايما المجموع واحد. تمام? هنا نص ونص واحد. هنا ممكن ابضلها السيارة انا عندي. تمام? في حال انه كانت السيارة تمام? وهنا انت عندك الريورد واحد. او ممكن انه انت تقرر انه انت تعمل سلو داوني شوية. تمام? فبالتالي حتى اخد انه ريورد واحد. ليش? لانه انت بتخلي السيارة ترجع كول تاني. وهي اللي بروبوليتي تبعتها بوينت فايف. انا عندي هنا بوينت فايف و بوينت فايف. واحد. فبالتالي مجموعهم انه واحد. فبالتالي هنا انت الاخشن اللي انت اخدته سلو. فبالتالي رجعت السيارة كول. ممكن انت في الورم انت فيش عندك خيار تاني. اذا ممكن انه انت تروح يعني بروبوليتي واحد. اذا اسرعت اكتر كمان زودت السرعة اكتر. اكيد من وارم حتنتقل للوورهيت وهذا حيسبب انه السيارة بريك. وهذه الحالة انه انا راح اخسرك راح اعطيلك يعني ماينس اه عشرة بهذا الشكل. تمام? فوضحت اه مع اكشن مع probability هنا 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 العامل الجديد للدخل انا عندي في الموضوع الprobability هنا بيعتمد على وامل تانية كتير معرفش ايش ممكن يصير معايا. طيب الان لو هذا الكلام بحنا بنا نحاوله لاحظ انه انت عندك cool. ممكن تضلك cool. هنا برضو ممكن انه انت تصير warm او تضلك cool برضو. تمام? اه هنا في الورن ممكن تصير overheated ممكن تضلك cool ممكن ترجع للورن تاني وهكذا. تمام? ثماني. طيب اه هذا الكلام احنا لو جينا ربطناه انه انا عندي هنا هادي هادي عبارة عن state وهدول الخيارات هادي عبارة عن action. هنا انه انا في state معين اخدت action معين تمام? بدي اصل للstate اللي هي s prime. فبالتالي هنا لو كنت انت في state اخدت action معين هيصير في عندك هنا انه state prime اللي هي الاس الجديدة. الاس prime اللي هي transition model. وهنا ربطناه بالprobability. نفس الكلام اللي احنا اخدنا بالضبط. طيب. بنا نرجع هنا ننقي نشوف ايش اللي الموجودة. هذا الكلام احنا حكيناه سابقا. اللي هو المركوف decision process لما عملناه formulation. انا عندي ال state s. مع عندي ال initial state اللي s zero. وانا عندي مجموعة من ال action. وانا عندي اللي transition model. انه هو عبارة انه بدي probability معينة. انه شو اللي probability انه انتقل ال state s prime given that. انه انت كنت في ال state s واخدت ال action a. تمام? و لكل transition انا في عندي reward. هاد عبارة عن اه quantity وممكن يكون فيها discount كمان. طيب اه ال policy هو عبارة عن choice of action for each state. انا عندي خريطة او سياسة عامة برسمها لل ال agent عشان انه هو يشتغل عليها. تمام? اما utility هو عبارة عن sum of discounted reward. عدول التنتين مختلفات عن بعض. نيجي الى كيف ممكن نحل الماركوف decision process. بدنا policy. زي ما شفنا الان هنا في الخريطة بدنا نديله policy. لو بدنا نستخدمها على شكل الشجرة. ايش بتلاحظه? بتلاحظ انه انت عندك ال cool. طب ما هي واحنا بدينا في ال cool. في ال root. هيصير في عندي تكرار كبير في الشجرة. حتصير زي ما انتم شايفين هنا في تكرار كبير في الشجرة. تمام? فبالتالي حيكون في عندي هنا states repeated. والثrees هادي حتكون انه لا النهائية. فممكن نستخدم معاها depth limited. تمام? او نستخدم يعني حالتاني انه انا بروح بحسب هادي الشغلات مرة واحدة. يعني هنا ك state زي هيك. تمام? وبصير بعمل transition بين state هادي. احصل ما انه انا عملها على شكل الطري. طيب. الان اه كيف ما كيف بدنا 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 نجيب ال optimal quantities? احنا في حكينا في عنا ال V. كل ما تشوف star يعني optimal. V star. وال Q star. والبي star. البي star هي policy. الا state معينة. ال optimal policy. اللي هو عبارة عن سلسلة من الاكشنز. من ال state قصر. ال Q هي عبارة عن utility. او ال Q state احنا بنسميها. انه انه لو كنت في state معينة اخدت اكشن معين. تمام? فبالتالي انه بدنا نشتغل بشكل انه انه كيف ما ممكن نجيب ال optimal. انت في state معينة اخد اكشن معين. تمام? وخلي اللي يصير يصير. بس من اللي صار بدي اكتتعلم انه تدي تعطيني سكور معين لل Q عشان في المستقبل لما اختار اكشن اراه اختار الاكشن ال optimal. الاكشن ال optimal هادا ايش معنى? خليني اروح على اللي اللي بعديها. انه 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 بدي اختار انه اعمل maximize للاكشن اللي بيعطيني اكبر قيمة لل Q هاي الفكرة في الموضوع. اوكي? هيا نرجع هنا. ال V ايش هي ال V هي عبارة عن ال expected utility starting in S and acting optimally. ايه هي ال V هدي اللي احنا بدنا اياها. تمام? يمكن ال value ال optimal V ال state S. تمام? كيف ممكن نختارها? ممكن نختارها انه احنا نختار ال max ال action اللي بعمل لي maximize لل Q state. لل optimal Q state. او للقيمة اه طبعت ال Q بهذا الشكل. تمام? خليني ارجع هنا. لانه احنا ممكن انه في الخريطة هادي. لو الخريطة اللي احنا كنا ماشيين عليها هي هذي. هذي لو عملنا قيمة لالها هتكون بالشكل هذا. لاحظ هنا هذه الاسهم هي بتمثل ال action. هنا هنا روح شمال. هنا اطلع فوق. اطلع فوق. وهنا روح يمين. لاحظ انه هنا ال reward او ال Q value انا عندي واحد. هنا في اي مكان عبارة عن اقل واحد. بس ايش الفكرة? انت كل ما بتقترب. يعني انت كنت هنا تمانية واربعين. طلعت فوق صرت سبعة وخمسين. هنا خمسة وتمانين. هنا صارت واحد. تمام? طيب. هنا تمانية واربعين. تمام? لو رحت على الشمال نقصت صرت تلاتة واربعين. ليش? لانه يعني انت كان بيمكانك تطلع فوق وتروح هيك على اليمين. اقرب لك بدل ما انت تروح تبع ازاي هيك. تلاتة واربعين. بس لما نروحت كمان برضه مرة شمال انه هنا صارت تسعة واربعين ليش? لانه اقتربط من الطريقة الصحية. انه بروح فوق فوق يمين يمين زي هيك. فهنا تسعة واربعين سبعة وخمسين اربعة وستين اربعة وسبعين خمسة وتمانين هنا واحد. لاحظ هنا انه هنا انه الكيو ستيت انا عندي ماينس واحد وهنا انه اه تمانية وعشرين انه القيمة تبعتها اه قليلة جدا انه انا ابعد ما اكون يعني هاده النقطة انا ابعد ما اكون من تبعتي او الريورد. ريب هذا الكلام انه ممكن نعمل لكل الاتجاهات. هذا الاتجاه اللي فوق. سبعة وخمسين. هنا لو روحت انت باتجاه اليمين راح تاخد بوينت ستة بالماينس. خسرتك انا. وديتك الريورد بالماينس. هنا لو روحت تحت معنى ذلك انه انت بتبعث من الترمينال تبعي او الجائزة تبعتي. تلاتين. هنا لو روحت باتجاه الحيط فطلعتها بخمسين زي هي. بالتالي هنا هايها ممثلة بارقام الكيو ستات الكيو فاليوز تمام? وابالاربعة اتجاهات. تمام. اوكي. طبعا هذا الكلام احنا لو بدنا نطبقه على شجرة. انه يعني بتكون بشكل تراكمة عشان هيك انا عندي عبارة عن كل مرة بدي اخد الاكشن اللي بعملي في كل خطوة انا عندي في معينة حسب الترانزيشن موديل. انه اخدت اكشن معين انه النتيجة كانت وانه انت جمعت قيمة الريورد بقيمة الفي وقيمة الفي اللي هي عبارة عن انه انت بدك تختار الاكشن اللي بعملك ماكسيمايز للقيو ستات. طيب الان بدنا نشوف كيف ممكن نشتغل على الموضوع هذا اه مع تايم ليميتيت بدنا ندخل التايم هنا كعامل في الموضوع. لكن حنحكي عن هذا الموضوع في المحاضرة القادمة ان شاء الله. فخلينا نتوقف هنا. اوكي? والمحاضرة الجاية نكمل.